السلام عليكم نكمل ان شاء الله عليك كامكو بولنج تولز يعني اختصار مش هتطول معنا يعني زي ما قلنا هي بديل اوتس بس دي حاجة ودي حاجة دي الفيشنج نيك بتاعها بزاوية ودي الفيشنج بزاوية فمفعش نستخدم ده مكان ده وقلنا ان فيها جار اب ليه جي يوسيريز وفيها جار داون ليه جي دي سيريز وفيها كزا في الجار اب وفي الجار داون بس في الجار داون هنا عندنا اثنين بس الجي مش موجود تمام اللي هو الجي دي سي والجي دي اس فيقول لك الجار اب دي مقارنة كده سريعة بينهم الجي هي جار اب والجي دي جار داون زي ما قلنا عشان انتشاير هنا نفس الكلام بالزبط كأن احنا بنتكلم على الار سي والاس سيريز الار سيريز والاس سيريز هنا بيقول لك الكور اتتشت وتوبصب هنا هي اللي اتتشت للتوبصب هنا العلامة المميزة ان عندي مفتاح الانكيف نفس الار سيريز هنا بيقول لك مفيش طبعا الفتحة دي هنا بيقول لك نفس الكلام هنا هنا الحجم بتاعة بتاعها اكبر عشان دي مربوطة بقوة المكنة دي اقل عشان الجار داون مربوط بوزن فده الكلام اللي موجود هنا ودي المقارنة السريعة ما بدا الجي دي هي شير زي ما قلنا استخدام لو انا ممكن اعمل بيها رن للطول ممكن عم بيها بولينج للطول بس هي من لي بولينج تول وليها اتنين كور اوبشن بس زي ما قلنا الجي دي سي ده الشورت ريتش ده لو انا هنزل على فشنك والجي دي اس ده ميديم ريتش ده لو انا هنزل حاجة فيها زي الاستيمبار او حاجة ده شكل الجي وساجع من جوة تقريبا هتلاقيه شبه قوي عشان كمش محتاج في فيديو ان احنا نشرحه تاني هتلاقي ده مربوط في الكور تمام سريد مع سريد وهتلاقي في مفتاح الالانكية هو داخل من هنا وهتلاقي الشير بين متشاربي من هنا بس هنا من بره مش مش مختفي جوه انت هتشوف بعينك ده مستخبي هنا وهنا كمان مش محتاج لها هنا انت بايدك تقدر تعملها لو ضغطت عليها ورفضت تقدر ان انت تريليز الفيش اللي معاك فانت هنا في مش محتاج بايدك بتضغط هنا وبتفك الحاجة اللي معاك عادي جدا والتالتة مربوطين بعض فاللوت بيتوزع عليهم بشكل احسن وزي ما قلنا الفرقة اصلا في الزاوية ما بين دي و دي الزاوية بتاعة الفيش نك والزاوية بتاعة الدوجزات اللي موجودة هلانا رجعها هنا هنا زي ما انت شايف كانت وبتبقى زاوية تسعين سواء في الفيش نك بتاعها او في الدوجزات بتاعتها بتبقى زاوية خمستاشر سواء في الفيش نك او في الدوجزات بتاعتها فقد اجمع شكلها باختصار ده شكلها وهي متشربانة ده شكلها وهي مشيرة نفس الكمبونت تقريبا اختلاف بس حاجات بسيطة وما ينفعش طبعا نبدل من هنا على الكمبونت من هنا بس انت مدخيل دي لما تتفكرت تبقى عنا ازاي من جوا مش هيبقى حاجة جيدة على اللي انت شفتها في الفيديو اللي فاته الجي دي سي تقريبا نفس الفكرة برضو الكور المربوطة في الكور نت والتوب صب هي المربوطة في وعندي هنا نفس قلنا بقى الدوجز برينج من بره وقلنا الدوجزات التلاتة مع بعض وبيتفكوا بالايد مش محتاج ده شكلها وهي متشربانة وده شكلها وهي مشيرة نفس الكلام بالزبط جار دا وانتو شير وجار ابو جار دا يا جماعة عشان الحاجة الفكرة الضربة محملة على ايه فهم هي الفكرة كلها الضربة محملة على انت لم تستخيل هنا الضربة هتبقى محملة على ايه عندما سمسك هنا والضربة هتقعد تدي لتحت لتحت هتشاير لكن لو هتلاقي كلهم بيتحركوا مع بعضهم مفيش حاجة ممسوكة وحاجة يعني مفيش حاجة متحركة وحاجة سابتة بحيس انها تقطب يعني تخيل كده مع نفسك الصورة هتعرف الليه دي جار دا وانتو شير ودي جار ابو شير بس فده بتاعت نفس تقريبا نفس الميكانزم نفس كل حاجة فيش اي اختلاف بس اه كده احنا كلمنا عن البولنج تولز بتاعت الاكسترنال فش نيك سواء كانت جار ابو شير او جار داون شير ان شاء الله في فيديو جاي هنتكلم عن الانترنال فش نيك بولنج تول اللي هي الجي سيريز اللي هي الجي اار ولي الجي اس ان شاء الله شوفكم في فيديو جاي سلام عليكم اشتركوا في القناة